بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة دلة عددية شاملة للتحذير لبكالوريا 2018 أقم ثلاثة أنصح بشعبة العلوم التجريبية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائع وشامل حيث قال 1 روماني لتكون جي الدلة العددية المعرفة على R كما يلي جي لإكس يسوين 2 إكس مكعب ناقص أربعة إكس مربع زائل سبعة إكس ناقص أربعة واحد ألف قال أحسب لميت جي لإكس لما إكس يولي إلى ناقص من النهاية ولميت جي لإكس لما إكس يولي إلى زائد من النهاية بقى لأدرس اتجاه تغير دلة G على R ثم شكل جدول تغيرتها ثاني إثناني ألف قال بين أن المعادلة جي لإكس يسوين 0 تقبل حلاً وحيداً ألفا حيث ألفا محصر ما بين 07 و 08 يعني هنا ببرهرة القيم المتوسطة بقى الاستنتج حسب قيم العدد الحقيقي إكس إشارة جي لإكس إثناني روماني قال نعتبر الدلة F العددية F المعرفة على R كما يلي F لإكس سيكون X مكعب ناقص 2X زائد واحد على إثناني X مربع ناقص 2X زائد واحد قال وسيف تمثلها البيان في المستوى المنسوب إلى المعلوم المتعامد والمتجنس OEG قال واحد أحسب لميت F لإكس لما إكس يؤل إلى ناقص من النهاية ولما إكس يؤل إلى زائد من النهاية إثناني ألف قال بين أنه من أجل كل إكس من R أن F لإكس يؤل إلى واحد على إثناني في إكس زائد واحد زائد واحد ناقص ثلاثة X على إثناني في إثناني X مربع ناقص إثناني X زائد واحد قال با استنتج أن المنحنة C F يقبل مستقيما مقاربا مائلا دالتا يطلب تعيين معادلة له جيم قال أدرس الوضع النسبي للمنحنة C F و دالتا ثلاثا ألف قال بين أنه من أجل كل إكس من R أن F فتح لإكس يؤل إلى إكس في جيل إكس وهي هذه القيمة على إثناني X مربع ناقص إثناني X زائد واحد لكل مربع حيث F فتحة مشتقة الدلة F باقى الاستنتج إشارة F فتحة لإكس حسب قيم إكس ثم شكل جدول تغييرات الدلة F حيث أعطيت لنا F لألفا كقيمة تقريبية سعيني ناقص 0.1 قرر بعن أحسب F لواحد ثم حل في R معادلة F لإكس يساوي لنا صفر خامسا قال أنشئ المستقيم دالتا والمنحنة C F سادسا قال لتكون H الدلة العددية المعرفة على R كما يلي H لإكس تساوينا X بو كعب ناقص 4X مربع زائد 2X ناقص واحد على 2X مربع ناقص 2X زائد واحد قال وصي H تمثلها البيانة في المعلم السابق ألف تحقق أنه من أجل كل X من R أن H لإكس تساوينا F لإكس يعني تساوينا هذه القيمة ناقص إثنان باقي الاستنتج أن C H هو صورة C F بتحويل نقاطي بسيط يطلب تعيينه ثم أنشئ C H في المعلم السابق إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الجزء الأول حيث واحد روماني قال لتكون G الدالة العددي المعرفة على R يعني من ناقص ما لإكس تساوينا 2X المكعب ناقص 4X زائد 7X ناقص 4 قلنا 1 ألف قال أحسب لمت جي لإكس لما إكس يألي لنقص ما لإنها ولمت جي لإكس لما إكس يألي إلى زائد ما لإنها إذن ما علينا إلا أن نكتب هنا حساب لمت جي لإكس لما إكس يألي إلى ناقص ما لإنها إذن ونكتب هنا عندنا Limit G ل X لما X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي بما أن هذه العبارة هي عبارة كثير حدود فنقول نأخذ الحد الأكبر يعني تصبح لنا Limit ماذا 2X مكعب لما X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية لو نأتي ونعوذ هنا تخيلوا تصبح كأنما ناقص ما لا نهاية ضرب ناقص ما لا نهاية ضرب ناقص ما لا نهاية الناقص في الناقص في الناقص يعطي لنا ناقص ما لا نهاية هذا الأول قد حسب نأتي كذلك الآن نهاية عند الزائد ما لا نهاية نفس الشيء نقول Limit G ل X لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية عفوا قلت إلى زائد ما لا نهاية يساوي نأتي كذلك نأخذ أكبر حد وهو Limit 2X مكعب لما X يقول إلى زائد مالا نهاية تخيلوا هنا مالا نهاية في مالا نهاية في مالا نهاية ماذا يعطينا زائد مالا نهاية إذن تسوي لنا زائد مالا نهاية لأن كأنما تعوض هنا بالمالا نهاية بالرغم أنه المالا نهاية هو عدد غير حقيقي يا أبنالي هذا المجال عنده مفتوح لماذا لأنه لما نقول R نقول هكذا من ناقص مالا نهاية إلى زائد مالا نهاية لاحظوا هنا إلى المجال مفتوح كلمة المجال مفتوح مناه المال النهائي ليس عدد حقيقي إذن ها قد الآن قمنا بحساب النهايات فقط أبنائي نأتي بعدها إلى السؤال الآخر قال أدرس اتجاه تغير الدالة G على R إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير من؟ تغير الدالة التي اسمها G على DG اللي هو على R لاحظوا هنا أبنائي نقول بما أن الدالة هذه الدالة كثير حدود نقول الدالة G كيف هي قابلة للاشتقاق ودالتها أولا قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على R يعني كل دالة كثير حدود تقبل الاشتقاق على R لكن قابلة تقبل الاشتقاق ليس يعني يكون فيها هنا القمة مطلقة لا ذلك ليس كثير حدود التي كثير حدود هي أنه لا يجب أن يكون فيها قمة مطلقة موجودة لا يجب أن تكون إذن دالة G قابلة للاشتقاق على R ودالتها المشتقة هي ماذا هي A G هكذا G فتحة لX ليس الدلة F إنما نحن نتحدث مع الدلة G إذا نشتق هذا ينزل إلى هنا تبقى لنا 6 في ماذا في X مربع وهذا ينزل إلى هنا هذه من خواس المشتقة تبقى لنا ناقص 8X وهذا الجزء يذهب له X تبقى لنا زائد ماذا زائد 7 أما كل عدد ثابت نشتقه يصبح 0 هذا معروف الآن نقول إشارة G فتحة لX من ماذا من إشارة من من إشارة العبارة اللي هي 6X مربع ناقص 8X زائد 7 هذا هو المعروف إذن هذه عبارة من الدرجة الثانية كل عبارة من الدرجة الثانية عندنا اسمه المميز لهو B مربع ناقص 4 في A في C يسوينا الB هو العدد المضروف في الـ X هذا اسمه B هذا اسمه C هذا اسمه A هذا هو المعروف إذن نتبق لنا B مربع لهو 64 ناقص 4 في A هو 6 في السي هو 7 لما نحسب هذه بالآلة الحسبة سوف نجد ناقص 108 إنها قيمة سالبة نقول فإنها إشارة من إشارة 6X مربع ركزوا جيدا ناقص 8X زائد 7 يا أبناء ركزوا نحن نبحث الآن عن إشارة هذه العبارة بما أنها عبارة من الدرجة الثانية قمنا بحساب مميز المميز ظهر أنه سالب تقول القاعدة إذا كان مميز عبارة سالبا فنذهب فإن إشارتها من إشارة العدد المضروف في الـ X مربع لاحظتم لنقول هكذا فإن إشارة العبارة من إشارة من إشارة 6 من إشارة هذا هذا هو المعروف دائما لما تجد المميز سالب قلوا الإشارة من إشارة العدد المضروف هنا في الـ X مربع الـ 6 كيف هو إذن وعندنا 6 قيمات المجابة مما نقول ومنه الدال G كيف هي متزايدة تماما على مجال تعريف اللي هو R ببساطة المطلقة إذن دائما وأعيد حتى تكون تمرين شامل إذن لما نحسب هذه حسبنا المشتقة يعني هو المشتقة قل دائما إذا أعطيت لنا مثلا 8X قوة 5 مثلا لما نشتق تقول قاعدة الثمانية تبقى وهذا ينزل يعني في 5 وننقص درجة للـ X بعدما كانت قوة 5 تصبح لنا كم تصبح لنا قوة 4 هذا هو المعروف في المشتقات ومشتق العدد ثابت يذهب إلى الصفر ومشتق عدد في X يبقى إلى العدد مثل هذا 7X لما نشتقها يبقى لنا إلا السبعة فقط وهذا قلنا لما نشتق يذهب إلى الصفر بعدها نأتي الآن بعدما حكمنا على الدالة أنها متزايدة تماما على مجال تعريفها نأتي إلى السؤال الآخر إذن لاحظوا جيدا السؤال الذي جاء بعدها قال شكل جدول تغيراتها إذن نكتب هناك عنوان جدول تغيرات من الدالة التي اسمها G في جدول التغيرات عندنا أول مجموعة تعريف X من ناقص ما لا نهاية عندنا إلى غاية زائد ما لا نهاية عندنا المشتق اللي هي G فتحة لـ X قلنا إنها دائما موجبة لماذا أبنائي ها هي اسمعوا جيدا هذه قيمة كيف هي قيمة موجبة بما أنها قيمة موجبة فقلنا أن الدالة كيف هي متزايدة يعني هناك شيء تعريفون أنه G فتحة لـ X حكمنا عليها أنها قيمة موجبة الآن ما علينا الآن إلا أبنائي إلا أن نضع هنا نقول عفوا نقول هنا G لـ X ونضع هنا خط هكذا إنها متزايدة حسبنا النهاية عند الناقص ما لا نتذكر أنها وجدناها ناقص ما لا نهاية وعند الزائد ما لا نهاية وجدناها زائد ما لا نهاية يقول أحدكم من أين هذه الأفكار ها هي عند الناقص ما لا نهاية ناقص وعند الزائد ما لا نهاية زائد يعني كل شيء يجب أن نضعه في مكان الآن بعدما قمنا باستنتاج أو وجدنا جدول تغييرات نأتي الآن إلى السؤال الآخر إذن لاحظوا جيدا ماذا قال السؤال الآخر قال بين أن المعادلة جيلي إكس تساوي سفر تقبل حلا وحيدا ألفا حيث ألفا محصور بين 0.7 و 0.8 هنا أكيد مبرهنة القيم المتوسطة لا جدال في ذلك إذن نكتب هنا العنوان أولا البرهان أو التبيان أن المعادلة من هي اللي هي جيلي إكس تساوي سفر تقبل ماذا تقبل تقبل حلا وحيدا ألفا حيث أعطيت لنا أن الألفا هذه محصورة ما بين 0.8 و 0.7 هذا هو المعروف الآن نركز نقطة نقطة أبنائي أولا نأتي إلى جدول تغييرات الدلاجي ونعين قلنا هنا مثلا 0.7 وعندنا هنا 0.8 عندنا ألفا قال هذا ألفا لما ينزل هكذا سوف نغير اللون حتى لا يحدث خلط هكذا قال أن الجيلي إكس كما تصبح تصبح تساوي صفر هذه جيلي إكس تصبح تساوي لنا عدد اسمه صفر لاحظوا الآن لو ننزل هكذا إلى هذا المكان وننزل هنا كذلك هكذا ركزوا نقطة نقطة أبنائي تتعلموا إلى مبرقلة توسطة لأنها أمر تحفظ لهنا تصبح لنا جيلي 0.7 وهنا جيلي 0.8 انظروا الصفر ها هو الصفر انظروا الصفر هنا أكيد هذه القيمة كيف تكون تكون سالبة لأن أسفل منه وهذه القيمة كيف تكون تكون أكبر منه لأنها لاحظوا ها هو صفر وهي أكبر منه لو جاءت الدالة معكوسة هكذا يعني متنقسة لعكسة الأمور أولا الدالة من هذا المكان إلى هذا المكان كيف هي يعني من 0.7 إلى 0.8 نقول الدالة جي كيف هي متزايد أولا نقول مستمرة الأمر أول هنا مبرهة لمدة مستمرة ومتزايدة على المجال ما هو المجال 0.7 لاحظوا إذن 0.7 و0.8 هذا الأمر الأول إذن ندل كيف هي مستمرة وراتبة راتبة معنى متزايدة تماما أو متنقسة تماما إذن نقول هنا متزايدة نضيف حتى كلمة تماما على المجال الذي قلنا عليه من 0.7 إلى 0.8 والأمر الآخر وجي لي 0.7 يعني هنا هذه القيمة في أصلها كيف نجدها هل نجدها قيمة موجبة أم سالبة انظروا ها هو السفر أكيد سوف تكون سالبة إذن نعوذ هنا بـ 0.7 وهنا 0.7 وهنا 0.7 وهنا 0.7 بالآلة الحاسبة أكيد يعني لما نحسب سوف نجد بالتقريب يعني أمور كلها تقريبية تصبح لنا توسينا ناقل 0.37 ونحسب كذلك جي لي 0.8 انظروا ها هي 0.8 جي لي 0.8 تقع فوق السفر لما نعوذ في الدالة نعوذ في هذه الأماكن يعني في كل مكان من إكس بـ 0.8 أكيد سوف نجد بالتقريب 0.06 يعني هكذا الآن ماذا نقول نقول 0 ينتمي ها هو السفر ينتمي إلى هذه اللي هي ناقص 0.37 و0.06 إذن السفر ها هو يقع بينهم بما أن السفر يقع بينهم نقول حسب مباراة القيامة التوسيطة كجمل تحفظ فقط نقول حسب مبرهنة القيام المتوسيطة فإن للمعادلة جي لي X تساوي سفر حلا كيف هو وحيدا اسمه ألفا حيث ألفا هذا محصور ما بين 0.8 و 0.7 الآن مرات في الحالة العامية أبنى عليكم أن تتعلموا لأنه جاءت في أحد البكاريات أنه قال جي لإكس تساوينا 2 برهن على أن مثلا أتيك السؤال برهن على أن المعادلة جي لإكس تساوينا 2 تقبل حلا وحيدا ألفا بين 0.7 و 0.8 هنا أولا المدى لا يجب أن تكون في هذا المجال مثلا الذي يعطى لنا هنا يجب أن تكون مستمرة ومتزيدة أو متنقصة أما في هذا المكان ليس عندنا الصفر إنما عندنا عدد قال هو الاثنان مثل الجماعجات في 2009 هنا أعطيت لنا الاثنان فماذا نقول لما نخسب جي لسفر فاصل سبعة نجده أصغر من الاثنان وجي لسف فاصل ثمان نجده أكبر من الاثنان فإن الاثنان تكون محصورة يعني الاثنان هذه التي مثل ما هنا الصفر تكون محصورة ما بين هذه الصور ليس هذه نعنا قلنا مثلا يعني كسؤال آخر يجب أن نجده واحد اثنان فاصل وواحد واحد فاصل فالاثنان تنتمي بينهما بما أنها تنتمي حسب مرات قيمة وصفة فإنه يوجد حل وحيد هذه في الحالة أنعم فقط أبنائي ناتي بعدها أبنائي إلى السؤال الآخر وهو استنتج حسب باقي ما العدد الحقيقي إكس إشارة جيلي إكس إذن نكتب هنا استنتاج إشارة ماذا جيلي إكس أكيد على مجال تعريفيا وهو على أر عندنا أولا إكس من ناقص مال نهاية عندنا هنا زائد مال نهاية وعندنا هنا شيء اسمه جيلي إكس ها هو جيلي إكس لاحظوا نقطة نقطة أبنائي ولا تخافوا لاحظوا ها هو عندنا صفر صفر يرافقه آلفة معناه عند آلفة جيلي إكس ماذا تصبح تصبح تنعادم إذن راحظوا يقول أحدكم لم أفهم جيلي إكس هنا كم تساوي صفر إكس كم يساوي آلفة ها هو الآن القيم هذه ها هو صفر قيم التي تحت الصفر كيف تكون قيم سالبة ها هي إليكم إذن نضع هنا نقص هنا عندنا ها هو صفر القيم التي تكون فوق السفر كيف تكون تكون موجبة إذن نضع هنا زائد وانتهى يلخص إشارة أو نلخص إشارة جيلي إكس بهذا الجدول معناها الجيلي إكس من هنا قيمها سالبة وهنا تنعادم وهنا قيمها تكون موجبة فقط أبنائي هذا هو السؤال دائما مبارد قيمة توسيطة معناه نستنتج إشارة الجيلي إكس التي تخدم الجزء الثاني في المشتقة الدال لا يا أبنائي فقط نأتي إلى الجزء الثاني قال إثناني روماني نعتبر دلة أف معرفة على آل يعني من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما كما يلي أف لإكس تشويني إكس مكعب ناقص إثناني إكس زائد واحد على إثناني إكس مربع ناقص إثناني إكس زائد واحد قال وسي أف تمثيلها البيني في المستوى المنسوب إلى المعلام المتعام من المتجنس أو إي جي قال أحسب النهاية الدلة أف عند النقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية إذن نكتب هنا حساب النهاية أولا نطلق بالنقص ما نقول لمت أف لإكس لما إكس يؤل إلى ناقص ما لا نهاية يساوي للمت لاحظوا الأمر جد بسيط أبنائي قلنا إكس يؤل إلى الناقص ما لا نهاية لمن هنا بما أن الدلة هذه دلة ناطقة فنقول أكبر حد على أكبر حد لهي إكس قوة ثلاثة على ماذا على إثنان في إكس مربع يذهب من هنا إكس مربع ومن هنا إكس مربع يقول أحدكم لم أفهم لي أن تصبح هنا إكس مكعب في الأصل ما هي هي إكس مربع في إكس على إثنان في إكس مربع يذهب من هنا هذا ومن هنا هذا تصبح تساوي لاحظوا نقطة نقطة ولن نتعجل تصبح تساوي للمت X على 2 لما X يؤول إلى ناقص مالة نهاية تصبح هنا نعوذ بالمالة نهاية تصبح ناقص مالة نهاية على 2 تصبح تنسينا ناقص مالة نهاية أن العديد لا يؤثر على المالة نهاية عندنا كذلك عند الزائد ما نقول limit F لX لما X يؤول إلى زائد مالة نهاية بما أن ذلك لا ناطقة فتصبح لنا limit قلنا نفس الشيء X قوة 3 على 2X مربعة لما X يؤول إلى زائد مالة نهاية تصبح تساوينا نفس الشيء نختزل من هنا X مربعة ومن هنا X مربعة تصبح لنا limit X على 2 لما X يؤول إلى زائد مالة نهاية لو نضع هنا تصبح لنا مالة نهاية على 2 تصبح لنا زائد مالة نهاية فقط يعني الأمر جدو جدو بسيط إذن حساب النهاية عند الدل الناطقة نقول أكبر حد على أكبر حد لكن ليس عند الأعداد إنما عند المال نهاية حتى لا تختلط عليكم الأمور فقط أبنائي نأتي بعدها الآن إلى ثانيا ألف قال بيّن أنه من أجل كل X من R لأن العبارة معرفة على R أنه F لX يسوينا 1 على 2 في X زائد 1 زائد 1 ناقص 3X على 2 في فتح قوس 2X مربع ناقص 2X زائد 1 نكتب هنا العنوان البرهان أنه من أجل من أجل كل X من R فإن أعطيت لنا هذه العبارة علينا أن نصل إليها لاحظوا جيدا ها هي العبارة كيف تقول قاعدة يكفي أن ننطلق من هذا الجزء اللي هو واحد على 2 في X زائد 1 زائد 1 ناقص 3X على 2 في 2X مربع ناقص 2X زائد 1 نجدها هي نفسها F لX إذن ننطلق هكذا ننطلق من هذا الجزء لأن لإثبات مساوات ننطلق من واحدة لإيجاد الأخرى لإيجاد F لX تصبح تساوي أولا نوحد هنا شيء اسمه توحيد المقام أول شيء نفكر فيه هو توحيد المقام المقام المشترك أكيد لهو 2 في 2X مربع ناقص 2X زائد 1 لكن هنا لا ننسى أن هذا عنده الإثنان يعني هذه الإثنان وهذه الإثنان يعني يمكن حتى أن نستخرجها كليا يعني خارجا أو نحتفظ بها كعامل مشترك ركزوا كيف ما نصبح لكم هكذا 2 في 2X مربع ناقص 2X زائد 1 هذا حتى نوحد له المقام في ماذا نضربه ليس في كل هذه القيمة احذروا نضربه في هذه القيمة فقط لماذا لأنها عنده الإثنان يعني في المقام لا يحتاج النصف ذلك النصف هو موجود عنده من قبل فتصبح معنا X زائد 1 ضرب ماذا ضرب 2X مربع ناقص 2X زائد 1 هكذا عندنا وعندنا هنا إشارة زائد نضع زائد زائد ماذا 1 ناقص 3X ثم الآن ننطلق بشيء اسمه النشرة لاحظوا نقطة نقطة أبنى حتى تتعلم المقام لا نلمسوه هو إثنان في إثنان X مربع ناقص إثنان X زائد 1 أما في البسط فننطلق وعلينا أن نجد هذه القيمة لأن البرهان قال بين أنها تستوي النأف لإكس تعالوا ننشره الآن هذا في هذا إثنان X مكعب ثم في هذا ماذا تعطي لكم تعطي لكم زائد أو ناقص عفوا ناقص إثنان X مربع ثم في هذا زائد X ثم هذا في هذا زائد إثنان X مربع ثم هذا في هذا ناقص إثنان X ثم هذا في هذا زائد 1 زائد 1 ناقص ثلاثة X لهذا الجزء مع هذا الجزء نفسه الآن ماذا ينتج؟ نلاحظ بعض الأشياء ربما سوف تذهب هذا مع هذا ذهب مباشرة وانتبه وأعيني دائما علي أن أصل إلى هذه القيمة فتصبح تساوي نضع خط الكسر وفي المقام تلك الإثنان لا تنشرها أتركها كما إثنان في إثنان X مربع ناقص إثنان X زائد واحد الآن عندنا هذا يبقى لنفسه لهو إثنان X مكعب عندنا هذا وهذا ناقص خمسة X مع زائد X تصبح لنا ناقص 4X وعندنا هذا مع هذا كم يعطي لنا؟ يعطي لنا زائد 2 ما رأيكم أبناء لو نستخرج الإثنان من البسط كعام المشترك تصبح لنا X 2 في X مكعب ناقص 2X زائد واحد وفي المقام يجد لنا 2 في 2X مربع ناقص 2X زائد واحد فيذهب هذا مع هذا أليس هذه هي نفسها أفل X يقول أحدكم لم أفهم ها هي نزعت هذه الاثنان بقاعدة الاختزال وركزوا إلى هذه وقارنوها مع هذه العبارة أليس هذه القيمة اللي هي X مكعب ناقص 2X زائد واحد على 2X مكعب ناقص 2X زائد واحد 2X مربع ناقص 2X زائد واحد متساويتان نعم إنها ماذا؟ إنها أفل X فقط يعني نكتب هنا ومنه يكفي أن نكتب ومنه هذه هي نفسها فقط أبنائي يقول أحدكم يا أستاذ وإذا طلقت من هذه هل يمكن أن أصل إلى هذه؟ نعم يمكن لكن فيها صعوبة كبيرة في كيفية التفكيك فقط أبنائي نأتي بعدها الآن إلى سؤال استنتج أن المنحناء CF يقبل مستقيما مقاربا مائلا يطلب تعيين معادلة له إذا نكتب عنوان استنتاج أن CF له المنحناء يقبل ماذا؟ يقبل مستقيم مقارب كيف هو؟ مائل اسمه ضالطة لاحظوا نحن ماذا نملك؟ نقول لدينا هذا الأمر الذي برهناه من السؤال الذي قبله ها هو أمامكم لقد برهناه نقول نلاحظ أن إلا بالملاحظة فقط نلاحظ أن F لX مكتوبة على الشكل A X زائد B زائد ماذا؟ زائد A X لX انتظروا معي نقطة نقطة حيث عندنا A X لX هذه العبارة هي نفسها هذه يا أبناء يركزوا وهذا الجزء هو نفسه هذا الجزء وانتبهوا ستلاحظون ذلك حيث A X لX هي واحد ناقص ثلاثة X على 2 في 2X مربع ناقص 2X زائد 1 ماذا تقول قائدة؟ نأتي الآن إلى عبارة هذه التي بحوزتنا وركزوا إلى مبرهنة درست في السنة الثانية قلت في السنة الثانية حتى تفهموا جيداً عندنا F لX هذه لو ننشرها F لX ماذا تصبح؟ تصبح 1 على 2X زائد 1 على 2 يعني هذا النصف قمت بنشره زائد ماذا؟ زائد 1 ناقص 3X على 2 في 2X مربع ناقص 2X زائد 1 هكذا الآن عندنا الـ ما هي قلنا؟ أنه هذه تقول القائدة إذا كانت عندنا عبارة مكتوبة من هذا الشكل F لX تصبح AX زائد بزائد H حيث هذه H دل ونهاية الدل H عند المال نهاية تساوي الصفر يعني هذه الدل نهايتها تساوي الصفر فإننا نحكم مباشرة على أن Y يساوي A X زائد به هو مستقيم مقارن هذه مبارحة قد درست الثانية تعالوا نأتي الآن نحسب نهاية limit H لX لX لما X يقول إلى ناقص مال 1-3X على هنا يمكن أن ننشر تصبح لنا 4X مربع ناقص 4X زائد 2 نشرت المقام لما X يقول إلى ناقص مال نهاية لما أن الدلة هذه دلة ناطقة تصبح أكبر حد على أكبر حد وهي limit ناقص 3X على ماذا على 4X مربع لما X يقول إلى ناقص مال نهاية تصبح لنا تساوي limit أكبر حد على أكبر حد هي ناقص 3 قلنا أكبر حد على أكبر حد فيذهب من هنا X ومن هنا X ناقص 3 على 4X لما X يقول إلى ناقص مال نهاية تصبح تساوي لن نعوذ هنا 3 على المال نهاية لأن 4 لا يحدث لشيء عوذ الآن هنا بالمل تقرأ 3 عند الزائد مال نهاية وعند ناقص مال نهاية نفس الشيء أن limit X لX لما X يقول إلى زائد مال نفس الشيء سبح limit ماذا ناقص 3 على 4X لما X يقول إلى زائد مال نهاية تساوي كم صفر قلت أنا في الأول وذكرت شيء قلت إذا وجدنا نهاية هذا الجزء X تساوي السفر فنقول ومنه هكذا ومنه CF له مستقيم مقارب مائل معادلته Y يساوي أن هذه القيمة يا أبناء إلي هي 1 على 2X زائد 1 على 2 بعد ما نشرت هذه القيمة إذن هذه دائما اسمعوها كل عبارة تكتب على هذا الشكل F لX زائد B زائد H لX و H لنهايتها عند تساوي سفر فنحكم مباشرة أن هذا الجزء يصبح Y زائد B هو مستقيم مقارب مائل حتى نفهم الفكرة جيدا وهذا مستقيم قلنا اسمه دالت فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذا الجزء الآن نأتي إلى الجزء آخر إذن أظن أن الفكرة قد وصلت وأعيد لما نجد عبارة مكتوبة من هذا النوع وكان الجزء هذا نهايته تذهب إلى الصفر فإن هذا الجزء يصبح لنا مستقيم مقارب أما مرات نجدها يسمى المنحن المقارب تقول أقاعدة إذا وجدنا F لX مثلا تساوي مثلا X مربع زائد H لX ونهاية هذا الجزء تعطيكم صفر فنقول هذا X مربع هو منحن مقارب لCF عندنا هذا العبارة لأن مستقيم نقول مستقيم مقارب ويوجد لنا كذلك ما نسميه المنحن المقارب حتى تفهموا الفكرة جيدة أو اكتبوا منحن المقارب الأستاذ نوردين سوف تجدون الفيديو يتحدث عن ذلك الآن قال قلت ادرس لمن لCF ودالطا ونحن ودالطا قد وجدنا معادلته قلنا برهنها أنه مستقيم مقارب لهو Y يسوي 1 على 2X زائد 1 يعني هنا إذا وضعنا هذا الجزء بدون أن ننشره هنا حتى تفهموا جيدا هنا قلت بنشره فقط حتى تكون أمور واضحة الآن نقول هذه قاعدة احفظوها دائما لدراسة الوضع النسبي لمن لCF والمستقيم دالطا ندرس هذه أهم كلمة ندرس إشارة الفرق بين ماذا بين F لX ناقص Y على مجال التعريف على R يعني على مجال التعريف للدالة فننطلق فتصبح لنا F لX ناقص Y يساوي الـ F لX هنا حاولوا أن تخذوا العبارة هذه ليس عبارة الدل الأولى هذه التي قمنا بتبسيطها الآن ناقص Y ها هي Y نأتي بها ونضعها في هذا الموضوع لما نضعها هنا ماذا تصبح ناقص 1 على 2 في X زائد 1 لم أفعل شيء أولا هذا مع هذا ماذا حدث ذهبا فبقيت لنا العبارة هي 1 ناقص 3 X على 2 في 2 X مربع ناقص 2 X زائد 1 واسمعوا جيدا ماذا نقول ندرس إشارة إشارة كسرة إشارة كسرة من إشارة البسط في المقام إشارة كسرة من إشارة البسط في المقام أولا لو نأتي الآن إلى المقام المقام هو 2 2 2 X مربع ناقص 2 X زائد 1 لو نحسب هنا المميز له المميز لهذه إذن إشارة نقول إشارة هذه العبارة المميز له B مربع ناقص هذا الإثنان مستحيل أن يحدث لنا شيء يمكن أن نتخلص منه مباشرة لأنه عدد مضروف في عبارة وهو قيمة مجابة معناه لا يحدث شيء لو كان ناقص 2 لكان له تأثير لكن بما أنه زائد 2 معناه لا يحدث شيء بمربع له 4 ناقص 4 في A 2 في C و 1 سبحانا 4 ناقص 8 تسوينا ناقص 4 قيمة سالبة فإن نقول هنا إشارة 2X مربع ناقص 2X زائد 1 من إشارة مثل ما قلنا من إشارة من هذا العدد لهو كم 2 و 2 قيمة مجابة فماذا نحكم أنه 2X مربع ناقص 2X زائد 1 هذه قيمة مجابة إذن المقام حكمنا عليه أنه قيمة مجابة بدون أن نتعب عقولنا لاحظتم إذن أعيد أن المقام مجاب تماما لماذا لأنه حسبنا المميز فوجدنا سالب وإشارة العبارة من إشارة هذا العدد وهذا العدد مجاب إذن المقام ليس له تأثير الآن في الوضعية إذن حكمنا على أن المقام هنا قيمة مجابة إذن نأتي الآن نقول إشارة الفرق من إشارة من إشارة 1 ناقص 3 X لماذا لأن المقام حكمنا على أنه مجاب إذن عندنا 1 ناقص 3 X لو نبحث علينا أنها تنعدم ننقل هذا إلى هنا يصبح ناقص 3 X يسوي ناقص 1 ومنه X يسوي ناقص 1 على ناقص 3 ومنه X يصبح لنا 1 ذلك في هذا الجدول البسيط الذي نضع منه من خلاله الوضعية لاحظوا هنا أبنائي حتى تتعلم كيفية دراسة وضعية منحناء ومستقيم مقاربا له إذن يمكن أن نكبر هنا هكذا ودائما أنصحكم باستعمال مصطرة في الجداول إذن إعدن X من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية من هو قلنا المسؤول هو ناقص 3X زائد 1 لأن هذه الكتابة هي 1 ناقص 3X هي نفسها ناقص 3X زائد 1 لأن الجمعة مالية تبديلية عندنا أين تنعدين تنعدم عند الثلث إذن نضع هنا الرمز ماذا تقول القاعدة ها هو الأ هنا نفس وهنا عكس إذن تصبح لنا هنا ماذا هنا ناقص وهنا زائد أما في هذا المكان نضع هذا رمز التقاطع ونكتب تلك الجملة اللغوية الوضعية الوضعية أكيد لمن ل CF وماذا ودالطا إذن سمعوا تقول القاعدة الناقص نقول CF يقع أسفل ماذا أسفل دالطا الزائد نقول CF يقع ماذا فوق دالطا أو أعلى دالطا في رمز الإنعدام هذا نقول CF ماذا يقطع من يقطع عفوا قلت يقطع المستقيم الذي اسمه دالطا فقط إذن يتقطع في النقطة ذات الفاصلة ثلث فقط أبنائي بعدما أنهينا الآن أبنائي مع هذا الجزء ناتي الآن إلى الجزء الآخر لاحظوا جيدا قال بين أنه من أجل كل إكس من آر فإن آف فتحة لإكس يسوي أن إكس في جي لإكس لها هي جي لإكس لها عبارة الضالة الأولى على إثنان إكس مربع ناقص إثنان إكس زايد واحد لكل مربع إذن نكتب هنا البرهان أو تبيان إذن البرهان أن عندنا مهما كان إكس ينتمي إلى آف إلى آر فإن هذه العبارة لاحظوا جيدا هنا نأتي أبنائي وننطلق بآف فتحة لإكس تساوي نأتي أولا نضع هكذا الكسر الكبير وننطلق لنقوم بالاشتقاق روايدا روايدا عندنا دالة إسمها U على V مشتق الدالة ناطقة ماذا تقول القاعدة مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع إذن أعيد مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع أول شيء المقام مربع يعني إذا ننمسه أصلا وهو إثنان إكس مربع ناقص 2x هكذا زائد واحد هذا لا نلمسه نتركه مربع وننطلق الآن في البسط مشتق البسط مشتق x هو ثلاثة أكيد هو ثلاثة x مربع ناقص 2x معنى مشتق وهو ناقص 2 أما مشتق الواحد معروف وصف إذن مشتق البسط في المقام لهو 2x مربع ناقص 2x زائد واحد ناقص مشتق المقام مشتق المقام مشتق 2x مربع أكيد هو ماذا هو 4x أما مشتق الناقص 2x أكيد مشتقه هو ناقص 2 إذن مشتق الواحد هذا معروف إنه سلق عيد مشتق 2x مربع هو 4x ناقص 2x معنى يسبح لنا ناقص 2 إذن مشتق المقامي في البسط البسط ما هو؟ لهو x هو ثلاثة ناقص 2x زائد ماذا؟ زائد واحد لكن المراد هنا يا أبنائي هو إيجاد هذه العبارة نتابع جيدا إذن نتابع أبنائي نقطة نقطة إذن تصبح لنا فتحة لـ x تساوي ركزوا إذن نضع هنا خط هكذا ولا نتعجل المقام قلت نتركه كما هو لأنها قيمة مربعة إذن ومجابة تماما إذن نضعها هنا ونأتي الآن في عملية النشر عندنا هذا في هذا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا 6x قوى 4 ثم في هذا تصبح لنا ناقص 6x قوى ماذا؟ قوى 3 ثم في هذا تصبح لنا زائد 3x مربع ثم الآن هذا في هذا تصبح لنا ناقص 4x مربع ثم هذا في هذا تصبح لنا زائد ماذا؟ زائد 4x ركزوا ثم هذا في هذا تصبح لنا ناقص 2 ثم الآن نأتي إلى جهة أخرى هذا في هذا تصبح لنا 4x قوة 4 مع الناقص هذا لا ننساه كل مرة ندخله تصبح لنا كم تصبح لنا ناقص ماذا ناقص 4x قوة ماذا قوة 4 ثم عندنا في هذا تصبح لنا 8x مربع والناقص تصبح لنا ناقص 8x مربع هل هي ناقص 8؟ لا زائد 8x مربع لماذا لأن هذا في هذا الناقص والناقص هذا يعطي لنا زائد ثم في هذا عفوا قلت ثم ماذا أبني في هذا عفوا إذن قلت هنا مربع ثم في هذا تصبح لنا كم تصبح لنا 4x والناقص تصبح لنا ناقص 4x ثم نعود الآن إلى هذا في هذا والناقص تصبح لنا ناقص 3x مكعب والناقص الذي سبيق تصبح لنا زائد 2x مكعب لأن هذا في هذا وعطينا ناقص 2x مكعب والناقص زائد ثم هذا في هذا الناقص في الناقص زائد والناقص ناقص كذلك ناقص 4x ثم هذا في هذا ناقص 2 والناقص زائد 2 ها هي العبارة قد توصلنا إليها لكن نحن لا ننسى يا أبناء أن قلنا علينا أن نجد x في هذه العبارة وهي عبارة جيل x تصبح لنا f فتحة لx تساوي نضع هكذا وننطلق رويدا رويدا أولا عندنا هذا عفوا إذن قلنا عندنا هذا مع ماذا مع هذا تصبح لنا كم تصبح لنا 2x قوة 4 هذا الأجزاء الأول عندنا هذا لاحظوا جيدا ومع ماذا عندنا هذا قلنا مع هذا كم يعطي لنا يعطينا ناقص 4x قوة 3 ثم ماذا عندنا عندنا هذا وهذا لاحظوا وهذا وهذا عندنا 3 مع الثمانية 11 ناقص ماذا ناقص 4x لكل مربع تصبح لنا زائد 7x مربع لم أفعل شيء وعندنا أولا هذا يذهب مع هذا وهذا يذهب مع هذا لاحظوا ماذا بقيت بقيت لنا ناقص ماذا ناقص 4x هذا على المقام لهو 2x مربع ناقص 2x زائد 1 الكل مربع هذه هي العبارة الآن ما علينا إلا أن نفكر نستخرج ما رأيكم أن نستخرج من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا x كعمل مشترك أليس تصبح لنا العبارة هي x في جيل x على مقام مربع لاحظوا تصبح لنا هكذا f فتح لx تساوي نضع هنا هذا الأمر هكذا وننطلق نستخرج x كعمل مشترك ماذا يبقى لدينا يبقى لدينا 2x قوة 3 ناقص 4x مربع زائد 7x ناقص 4 على المقام لهو 2x مربع ناقص 2x زائد 1 الكل مربع لكن لو نلاحظ جيدا إلى هذه القيمة أليس هي هذه القيمة نظروا لها بأم عينكم إذن تصبح لنا تساوي x في جيل x على المقام مربع لهو 2x مربع ناقص 2x زائد 1 هذا مربع إذن نقول هنا ومنه فقط إذا لاحظتم يعني الأمر الوحيد الذي أخاف عليه منكم هو أنه يا أبني الأخطاء الحسابية فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الزوء الآن نأتي الآن إلى الزوء الآخر قال استنتج إشارة f فتحة لـ x حسب قيم x إذن نكتب هنا استنتاج إشارة f فتحة لـ x على ماذا على r لاحظوا جيدا نحن ماذا نملك وجدنا هذا الأمر وجدنا أنه نقول هنا لدينا لدينا ماذا لدينا أنه f فتحة لـ x يسعين x في جيل x على المقام مربع الآن نقول إشارة اسمعوا جيدا إشارة f فتحة لـ x من إشارة ماذا من إشارة x في جيل x لأن المقام كيف هو موجب تماما أين المقام هذه القمة مهما كان إنها موجب على r فإن من هو المسؤول عن إشارة إنه x في جيل x فقل x في جيل x هنا ما علينا إلا أن نعين شيء اسمه يا أبنائي جدوى الإشارة لاحظوا جيدا جدوى الإشارة يكون بطريقة جدوى جدوى بسيطة لكن عليكم أن تنتبهوا معي إذن هذا الجزء الأول وعندنا الجزء الثاني وعندنا الجزء الثالث لهو يعطينا إشارة المشتق تركيزوا جيدا أرجوكم إذن هنا عندنا هكذا لاحظوا نكتب هنا x من ناقص مال نهاية إلى غاية زائد مال المعرفة أولا عندنا جيل x فقلنا إشارة المشتقة من إشارة x هذه أكتبها هنا هكذا x في جيل x الجيل x نحن عندنا إشارة وها هي آ تنعدم عند ماذا عند آلف نضع من هنا رمز هكذا ونتركه ينزل كذلك إلى هنا عندنا أنظر وها هي زائد ناقص إذن ننقولهم زائد وناقص عندنا كذلك من هو كذلك الذي مسؤول هنا عندنا ال-x ها هو x قلنا هي إشارة x في جيل x ال-x أين ينعدم ينعدم عند صفر فينزل هكذا ويضع هنا رمز الانعدام ثم ينزل هنا يقول أحدكم لماذا وضعت الصفر من هنا والآلف ألم نقول أن آلف محصورة ما بين الصفر فاصل ثمانية والصفر فاصل سبعة إذن فإن الصفر ما زال هنا في هذه الجهة يعني الصفر أكيد سوف يكون في هذه الأماكن ليس من هنا الآن بما أن هنا هذا نزل وجد ناقص فلا دخل له فيه بما أن هذه العبرة من الدرجة الأولى نقول من هنا نفس ومن هنا عكس معنا تصبح لنا هكذا نفس نفس وعندنا هنا عكس لأنها هو مفترق الطرق هنا كما أشير الآن نأتي إلى ماذا إلى f f فتح ل-x قلنا إشارة ال-f فتح ل-x من إشارة x في g ل-x إذن معناه نقول ناقص في ناقص ماذا يعطي لنا يعطي لنا الزائد الزائد في الناقص أو الناقص في الزائد أضرب عملية تبديلية ناقص والزائد في الزائد ماذا يعطي لنا يعطي لنا الزائد ها قد ها قد الآن استخرجنا إشارة مشتقة هذه الدلة بعدما استخرجنا مشتقة هذه الدلة يمكن أن نكتب تلك الجمل اللغوية ما هي الجمل اللغوي اللي هي التغيرات نقول هكذا الدلة F كيف هي متزايدة تماما على أي مجال من ناقص مالا نهاية إلى صفر هكذا اتحاد من الآلف إلى غاية زائد مالا نهاية وعندنا و الدلة F كيف هي متناقصة تماما على أي مجال من الصفر إلى الآلف فقط أبناء يعني الأماكن التي فيها زائد من هنا وهنا نقول متزايدة وهذا المكان هو من صفر إلى آلف نقول إنها متناقصة وانتهى الأمر فقط أبناء نأتي بعدها أبناء إلى شكل ثم شكل جدول تغيرات الدلة F إذن نكتب هنا جدول تغيرات من الدلة التي اسمها F أكيد على مجال التعريف هو R إذن نقول هنا X من ناقص مالا نهاية إلى غاية الزائد مالا نهاية وعندنا هنا F فتحة لمن لX قلنا أين تنعدم ها هي تنعدم عند A صفر وماذا وآلف إذن هنا هكذا ومن هنا هكذا عندنا ها هم الإشارات نقولهم لذلك باللون الأزرق نقول زائد ناقص زائد هكذا وعندنا F لX لهو مجال الصور إذن نقول متزايد معناه إلى هنا ومتناقص إلى هذا المكان ومتزايد إلى هذا المكان أولا حسبنا النهاية عند النقص ما يزيز ما تذكرهم وجدنا هنا ناقص ما لا نهاية وجدنا هنا زائد ما لا نهاية تذكروا أو أرجعوا الفيديو F لسفر نعوذ هنا بسفر سفر 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 لاحظوا ماذا يبقى لنا يبقى لنا واحد إذن صورة سفر بالدل F هو الواحد وعندنا صورة F لالفا تبقى هي F لالفا إنها F لمن لالفا حيث هنا أعطيت لنا قيمة تقريبية إنها ناقص سفر فاصل عفوا قلنا إنها ناقص سفر فاصل واحد هو من قال يعني في نص التمرير قال إنها F لالفا دون أن تعبوا عقولكم أو تقوموا بحصرها أعطيها لكم هي بالتقريب ناقص سفر فاصل واحد فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائي نأتي الآن إلى سؤال آخر قال أحسب F لواحد إذن نكتب هنا حساب من F لمن لواحد هنا الأمر جدا بسيط نأتي بعبارة دال هذه ونعوذ بواحد إذن هنا واحد 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 لاحظوا جيدا وواحد وواحد أكيد في البسط ماذا نجد نجد واحد ناقص اثنان زائد واحد على المقام لهو اثنان ناقص اثنان زائد واحد في البسط تصبح لنا الصفرة لماذا لأن هذا مع هذا اثنان ناقص اثنان وفي المقام تصبح لنا ثلاثة لاحظوا ثلاثة ناقص اثنان إنها واحد تصبح لنا صفرة إذن إنه سفر ماذا يمكن أن نقول على الواحد إنه جذر لعبارة F لإكس إذن لاحظتم ماذا نقول نقول أنه واحد هو جذر لف لإكس بعدما وجدنا هذا نأتي الآن لكن ننتبه أنه وجدنا واحد كم ماذا نقول عليه إنه جذر يمكن أن نقول مباشرة ومنه واحد هو جذر لمن لف لإكس نأتي بعدما أنهينا مع هذا الشيء نأتي الآن إلى السؤال آخر قال ثم حل في آر المعادلة ف لإكس تساوي سفر إذن نكتب هنا حل المعادلة من هي ف لإكس تساوي سفر في مجموعة الأعداد الحقيقة في آر إذن نقول ف لإكس تساوي سفر أي ماذا يعني أنه يعني لنا أن هذه العبارة دقيقوا أن عبارة دال هذه نجعلها كم تساوي تساوي سفر إسمعوا ماذا تقول ريالي تقول إذا كان عندنا آ على بي يساوي سفر مع بي لا يساوي سفر لأن هذا واقع في المقام من هو الذي يساوي سفر يعني أي إكس قوة ثلاثة ناقص إثنان إكس هكذا زائد واحد هو الذي يساوي السفر قلت ينعدم كسر إذا نعدم البسط معناه ينعدم إكس مكعب ناقص إثنان إكس زائد واحد هو الذي يساوي السفر أما المقام مستحيل يستيصير من خواص مجموعة التعريف لاحظوا جيدا الآن ماذا فعلنا نحن عندنا الآن لما عوضنا هنا بالواحد عوضوا الآن بواحد لاحظوا صبح لنا واحد مكعب ناقص إثنان في واحد زائد واحد يساوي لنا واحد مكعب هو واحد ناقص إثنان في واحد هو ناقص إثنان زائد واحد يساوي السفر إذن ماذا قلنا؟ قلنا أنه الواحد يعدم هذه القيمة بما أن الواحد يعدم هذه القيمة نأتي الآن إلى شيء اسمه القسمة الإقليدية لاحظوا جيداً لنحلل هذا البسطة أركز وأرجوكم هكذا نتابع أي ماذا يصبح لنا هكذا إكس قوة ثلاثة عفواً قلت إكس قوة ثلاثة ناقص إثنان إكس زائد واحد نقسمه على إكس ناقص من؟ ناقص واحد يقول أحدكم لماذا يا أستاذ ناقص واحد؟ لأن قلنا الواحد يعدم هذه القيمة دائماً تقول القاعدة درست في السنة الثانية إذا كانت عندنا عبارة ونعلم جذر لها نعلم جذر لهذه العبارة فنقول ذلك العبارة هي إكس قوة ثلاثة ناقص إثنان إكس زائد واحد نقسمها على إكس ناقص الجذر من هو الجذر هو واحد؟ معنى أصبح إكس ناقص واحد هذه دائماً عليكم أن تعلموا هذا الأمر قلت عبارة إذا علم جذر لها نقول ذلك العبارة تقسيم إكس ناقص العدد الذي يعدينه معنى إكس ناقص واحد ودرستم أنتم بإكس إذا علم جذر له ألفا نقول بإكس تقسيم إكس ناقص ألفا هنا عندنا الألفا ها هو أمكم من هو؟ إنه الواحد حتى نفهم هذه الألغاز الآن ننطلق بالقسمة إكس قوة ثلاثة على إكس إكس قوة ثلاثة على إكس نختزل من هنا إكس ومن هنا إكس ماذا يبقى لنا؟ أكيد تبقى لنا إكس مربع ثم نعود بالكرر نقول إكس مربع في ناقص واحد ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص إكس مربع ثم إكس مربع في إكس تصبح لنا إكس مكعب تققوا أرجوكم نقطة نقطة إذن قلنا تصبح لنا إكس مكعب ثم ماذا تقول القاعدة أبنائي؟ ندخل عليهم هنا ناقص تصبح لنا هنا ناقص وهنا زائد هذه القسمة الإقليدية ثم نجمع هذا مع هذا سفر زائد ماذا؟ زائد إكس مربع وننزل هذا إلى هنا ناقص إثنان إكس ونعود نقول إكس مربع على إكس ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا إكس إذن قلت إكس مربع على إكس هذا الآن على هذا ماذا يعطي لنا؟ نختزل من هنا ومن هنا تصبح لنا إكس ثم نعود إكس في ناقص واحد تصبح لنا ناقص إكس ثم إكس في إكس تصبح لنا x مربع ثم نضع هكذا وندخل عليهم الناقص ناقص وهنا زائد يذهب هذا معه إلى الصفر ثم تصبح لنا ناقص 2x زائد x تصبح لنا ناقص x وأنزل هذا إلى هنا تصبح لنا زائد 1 ونعود مرة أخرى ونقول ناقص x على x ناقص x على x تصبح لنا ناقص 1 لماذا لأن ناقص x على x يذهب هذا معه تصبح لنا ناقص 1 ثم نعود ونقول ناقص 1 في ناقص 1 ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا زائد 1 وناقص 1 في x تصبح لنا ناقص x ثم تقول القاعدة كذلك ندخل عليهم الناقص تصبح لنا هنا زائد وهنا ناقص يذهب هذا مع هذا تصبح لنا صفر والناقص 1 مع زائد 1 تصبح لنا صفر إذا النتيجة هي صفر الآن ماذا يمكن أن نقول مثلها هذه كمثل 20 على 4 كم نتيجة 5 والباقي صفر نقول 20 تساوي لنا 5 في 4 كذلك هنا من هي العشرون؟ كمثلها ها هي العشرون و 5 4 وهنا 5 إذا ماذا ينتج لنا هذا الأمر ركزوا تصبح لنا x قوى 3 ناقص 2x زائد 1 تساوي لنا x ناقص 1 ضرب ماذا؟ ضرب x مربع زائد x ناقص 1 هكذا معناه لما ننشر هذه القيمة هذه القيمة عفوا هذه القيمة لما ننشرها سوف نجدها هذه الآن إذا قلنا الآن ركزوا هنا عندنا تساوي ماذا؟ تساوي صفر الآن تساوي جداء عدداً يساوي صفر إما هذا الجزء هو الذي يساوي صفر وهو x ناقص 1 يساوي صفر أو ماذا؟ أو x مربع ناقص x عفوا زائد x ناقص x ناقص 1 عفوا قلت ناقص 1 يساوي الصفر هنا عندنا ننتبه نقطة نقطة ابناء ولا نتعجل هذا ينقل إلى هنا يصبح لنا x يساوينا 1 هذا الجزء الأول أما الجزء الثاني بما أنها عبارة من الدرجة إنها معادلة من الدرجة الثانية فهنا المميز هو من يعمل عمله لاحظوا جيداً هنا قلنا 1 حتى نكتبها بخط واضح إذن هكذا نصبح لنا دالتا يساوي هكذا لاحظوا إذن دالتا يساوينا b مربع ناقص 4 في a في c ال a ال b هو العدد المضروب في ال x ها هو كم؟ واحد إذن نصبح لنا 1 مربع ناقص 4 في ال a هو العدد المضروب في ال x مربع 1 في ال c هو ناقص 1 يصبح يساوي لنا كم؟ 1 زائد 4 ويساوي لنا 5 قيمات مجابة معنا تصبح لهذه المعادلة هذا الجزء حلاني كيف هو متميزات حيث يصبح لنا جذر دالتا يساوي لنا جذر ماذا؟ جذر 5 يصبح هكذا لاحظوا نقطة نقطة يصبح لنا x 1 يساوي ناقص b ناقص جذر دالتا على 2 a ال b هو قلنا العدد المضروب في ال x ها هو إذن ماذا ينتج ينتج لنا هكذا ناقص b يعني ناقص 1 ناقص جذر دالتا على 2 في ال a ال a هو 1 يصبح لنا x 1 يساوي ناقص ماذا؟ 1 ناقص جذر دالتا على 2 a معناها على 2 x 2 يصبح كذلك يساوي ناقص ب زائد جذر دالتا عفوا جذر دالتا اللي هو 5 ناقص معه 5 على جذر 5 على ماذا؟ على 2 تصبح لنا ما هي حلول معادلة حتى نفهم جيدا نقطة نقطة أبناي ولا نتعجل تصبح لنا هكذا لاحظوا تصبح لنا حلول معادلة لأننا نقول حلول المعادلة f لx تساوي 0 هي s يساوي الحل الأول الذي أعطي لنا ما هو إنه ناقص 1 ناقص جذر 5 على 2 2 والحل الثاني هو ناقص 1 زائد جذر 5 على 2 وعندنا الواحد وما هو التفسير وهل بياني هذه الحلول نقول التفسير حتى المعادلة لأنه لماذا طرح هذا السؤال التفسير انظروا من ناقص ما لها نصعد إلى 1 ألا يوجد لنا 0 في الواسط نعم ها هو ومن الواحد نحو هذه القيمة القيمة السلوبة هي ناقص 0.1 إذن يوجد لنا الثاني ها هو ومن ناقص 0.1 إلى زائد مانين ألا يوجد لنا 0 آخر نعم كم يوجد لنا الآن فلي إكس كم مرة تسوي لنا 0 1 2 3 إذن كذلك هذه هي الحلول وهي 1 2 3 إذن التفسير البياني لحلول معدلة فلي إكس تسوي 0 دائما هذه قاعدة هي فواصل تقاطع منحن سي أف أو منحن سي أف مع محور الفواصل يقول أحدكم يا أستدوى إذا عقيت لنا F لإكس تسوي لنا 2 ما هو التفسير البياني نقول التفسير البياني لحلول معدلة F لإكس تسوي 2 هي فواصل تقاطع المنحن سي أف مع المستقيم ي يسوي لنا 2 لأن هنا يجراج يستشف هو بذاتي هو بذاتي هو محور الفواصل في هذه الحالة حتى نفهم الأفكار جيدا أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الجلال أبنائي نأتي إلى جزء مهم جدا لاحظوا أنشئ المستقيم دالتا والمنحن سي أف هنا الكثير من الطلبة يعانون يقول يا أستدوى لا أعرف الرسم يا أبنائي لاحظوا رسم أمره جد بسيط الرسم هو ملخص ما قمنا بالعمل به أو ما حسابه في الأجزاء الأولى لاحظوا أولا نستعين هنا لرسمه ما نسميه المستقيم دالتا إذن عندنا X و Y لماذا لأن تقول القاعدة يعين مستقيم بنقطتين تخيل نعطي للإكس هنا صفر لاحظوا وعطينا للإكس صفر ال إجراج كم يصبح انظروا ال إجراج يصبح لنا نصف إذن صفر مع ماذا مع نصف وهو صفر فاصل خمسة تخيل الآن لو نعطي ما نسميه نعطي له الواحد ال إكس أعطي له الواحد ها هو هنا واحد ماذا تصبح لكم تصبح لنا تساوينا واحد على اثنان زائد واحد على اثنان إنها اثنان على اثنان وتساوينا كم واحد إذن هنا واحد ثم نأتي الآن إلى المعلم ونعين النقطة الأولى ذات الإحداثية صفر ونصف صفر ونصف ها هي انظروا ها هي كما عينت وهنا باللون الأسود والنقطة الثانية هي واحد واحد إذن ها هي ثم ماذا نفعل أبنائي نربط ما بين تلك النقطتين ها كذا لاحظوا فقط ها كذا لاحظوا ها كذا نعين نربط ما بينهم ثم من هذه الجزء الآخر كذلك ها كذا انظروا هذا نسميه المستقيم من دال دا فقط بحثتم هذا الجزء الأول ثم عندنا كذلك عندنا قيم معروفة النقاط تقاطع ها هي واحدة منهم قلنا يجد لنا ثلاثة أولا عندنا واحد انظروا ها هم أمامكم حتى لا تقول أين يأتي ها هو الأول ها النقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة الواحد أمرها سهل واحد ها هي انظروا النقطة الأخرى هي ناقص واحد ناقص تذر خمسة على اثنان والأخرى ها هي الصفر فاصل ماذا ستة سفر سستة معنا تكون في هذا الموضع هذه نقاط تقاطع المنحنى مع محور الفواصل عندنا كذلك الآن شيء آخر القيم الحدية انظروا إلى القيم الحدية عندنا صفر مع واحد صفر مع واحد صفر مع واحد ها هي هنا هنا هذه كيف تشبه ماذا تشبه الجبل أرسم شيء يشبه الجبل هكذا تابعوا نقطة نقطة هكذا أرسم شيء يشبه قلت الجبل يعني قيمة حدية عظم نرسم شيء هكذا انظروا هكذا ثم نأتي الآن كذلك إلى آلف مع الف لآلف آلف ها هي أمعكم كما جال يعني محصورة ما بين 07 و 08 07 و 08 لو جئنا إليها لقلنا إن 75 يعني تكون بالتقريب هذه مع ماذا مع ناقص 0.1 ناقص 0.1 معنا تكون في هذا الموضع هنا هكذا ونجعلها تشبه ماذا تشبه الحفرة وعندنا كذلك هذه الوضعية يتقاطع في الفاصلة ثلث في الفاصلة ثلث يعني لو جئنا إلى الثلث لقلنا إنه في هذا الموضع ها هو الثلث حتى تفهموا الفكرة يعني أمر جد جد بسيط إذن يصبح يتقاطعاني في هذا المكان ثم الآن نأتي إلى الرسم لاحظوا نقطة نقطة كيف يرسم أبنائي بطريقة بسيطة إذن ننتبه أولا عندنا هذه ننطلق دائما من هذه الحفر والقيم الحدية إذن من هنا وينطلق هكذا لاحظوا نقطة نقطة هكذا يتجه نحو ماذا قلنا ها هو يعني الأمهم أنتم أرسم من أي مكان تجدونه يساعدكم يعني هنا أنا انطلقت من هنا أين يذهب يذهب إلى زائد مانا لكن زائد مانا ماذا يوجد عندها يوجد لأنها مستقيم مقارب مائل والناقص مانيا كذلك مستقيم مقارب مائل معناه من هنا كذلك يأتينا هكذا اسمعوا جيدا هكذا يتجي نحو تلك القيمة الحدية ودائما هكذا ركزوا جيدا ها هو أمرها كيف يسبح هكذا ومن هنا كذلك هكذا لاحظوا نقطة نقطة كيف يتعلون هكذا إذن بدأ من هنا مع دالت ثم يسعد إلى هذه القيمة الحدية ثم ينزل متجها هكذا اسمعوا جيدا هكذا وهذا يتجه من هنا ويتقاطعان في نقطة اسمها نقطة ماذا نقطة الإنعطاف لكن هو لم يسأل هذا السؤال نقطة إذن ها هو رسم كيف يكون بطريقة سالسة كيف أبنائي أعيد حتى تفهموا الفترة انظروا جاء بالقرب من دالت وسعد إلى القيمة الحدية العظمى هذه ثم نزل هكذا إلى هذه القيمة الحدية الدنيا ثم اتجه مرة أخرى إلى دالت ها هو أمركم انظروا من هنا وبدأ بالصعود إلى القيمة الحدية هذه الجبل ثم نزل من هنا وهذا الجزء من هنا كذلك التقيا في نقطة اسمها قلت نقطة العطاف ثم أعاد واتجه نحو دالت وقارنوا الآن ما بين جدول التغيرات والمنحنة سوف لا تجدون اختلاف باتاتل ونكتب هنا سي أف نسبة إلى المستغ المنحنة هذا الذي سميناه سي أف فقط أبنائي بعدما أنهينا الآن مع هذا الجزء الآن إلى الجزء سادس قال لتكن أش الدالة المعرفة على أير كما يلي أش لإكس تسوينا إكس مكعب نقص أربعة إكس مربع زائد إثنان إكس نقص واحد على إثنان إكس مربع نقص إثنان إكس زائد واحد قال وصي أش تنطلها البيانة في المعلم السابق وهو المعلم هذا الذي قمنا برسم فيه المنحنة سي أف ثم قال تحقق أنه من أجل كل إكس من أر فإن أش لإكس تسوينا أف فتح لإكس نقص إثنان إذن نكتب هنا التحقق من أين ماذا أنه من أجل كل إكس من ماذا من أر فإن آش لإكس تسوينا ماذا أف لإكس ناقص إثنان هنا ننطلق نقطة نقطة ننطلق ما رأيكم لإثبات مساوات يمكن أن ننطلق من هذا الجزء وهو أف لإكس ناقص إثنان ونجده يسوينا أش إذن نقول أف لإكس ناقص إثنان تسوي ماذا تسوينا أف لإكس ها هي عبارة أف لإكس نقول ناقص إثنان تسوي نفكر في شيء اسمه توحيد المقام المقام هذا عنده واحد حتى يصبح له نفس المقام عن هذه النقص تضربوا في مقام هذه في هذه العبارة تصبح لنا هنا المقام قلنا هو إثنان إكس مربع ناقص إثنان إكس زائد واحد أما البس تصبح لنا إكس مكعب ناقص إثنان إكس زائد واحد ناقص الآن نضرب هذه قلت في هذا الجزء تصبح لنا كم ناقص أربعة إكس مربع ناقص أربعة إكس هل أربعة ناقص لا لأن هذا قلت يضربوا الآن في هذا الجزء ركزوا نقطة نقطة يعني هذا الجزء يضربوه في ناقص إثنان وانتهى العمر تصبح لنا زائد قلنا أربعة إكس ثم ناقص إثنان تصبح لنا تساوي المقام نتركه كما هو إنه إثنان إكس مربع ناقص إثنان إكس زائد واحد أما البس تصبح لنا إكس مكعب ناقص ماذا ناقص أربعة إكس مربع لهو هذا وعندنا هذا مع هذا ماذا يعطي لنا يعطي لنا زائد إثنان إكس وعندنا هذا مع هذا يعطي لنا ناقص ماذا ناقص واحد ويساوي لنا آش لإكس لماذا أبني قارنوا بين هذه القيمة وهذه أليس هي آش لإكس نعم نقول هنا ومنه فقط هذا هو الأمر له الآن بعدما أعطي لنا هذه العلاقة لإثباتها ما هو الهدف منها فلنتابع الآن للإجابة على هذا السؤال إذن لاحظوا ماذا قال السؤال قال استنتج أن السي آش هو صورة بتحويل نقاطي بسيط يطلب تعينه إذن نكتب هنا استنتاج أن سي آش ما هو هو عفوا قلت هو صورة ماذا سي آف بتحويل نقاطي كيف هو هذا التحويل نقاطي بسيط لاحظوا نقطة نقطة قد تحدثنا كثيرا يا أبناء عن هذه التحويلات النقاطية أو الاستنتاجات لمن يجد صعوبة يكتب استنتاج رسم منحنة من منحنة الأستاذ نرضي من اليوتيوب سوف يجد عدة فيديوهات تتحدث عن هذا الأمر ركزوا جيدا درستم في السنة الثانية إذا كانت عندنا إبارة مكتوبة هكذا لاحظوا آش لإكس تساوينا اسمعوا جيدا آف لإكس زائد آ زائد بي هكذا درستم نقول يتم هكذا ركزوا في الحالة العامة يتم رسم سي آش انطلاقا من ماذا من سي آف بواسطة انسحاب شعاعه يا أبناء يركزوا أرجوكم ذي هذا هو الذي درستم ذي مركباته هو أين ينعدم هذا الجزء الذي بالداخل لو قلنا إكس زائد آ مثلا يساوي السر أو قول هذا إلى هنا يصبح أن إكس يساوينا ناقص آ إذن ناقص آ وهنا لا تعدموه أو اتركوه كما هو إذن ذي ذو المركبات ناقص آ و بي هذا هو الأمر اللي درستم معناه هذا ذي في الحالة العامة يصبح يساوينا ناقص آ في إي على محور الفواصل في إي زائد بي في جي هكذا درستم الآن لو نطبق هذا الأمر على مثالنا نحن ماذا نملك نملك أنه آ لإكس تساوي لنا ماذا آ لإكس زائد ماذا عفوا ناقص إثنان لاحظوا هنا هذا أين نعدم الذي بالداخل يعني إكس يساوي ماذا الصفر إذن عند الصفر والجزء بي قلنا ها هو زائد بي هنا بي ها هو بي هل بي هنا كم بي المطابقة انظروا إنه هنا قس اثنان نقول يتم رسم ماذا سي أاش انطلاقا من ماذا من سي أف بواسطة ماذا بواسطة تحويل نقاطي هذا التحويل نقاطي كيف هو بسيط هو انسحاب انسحاب شعاع شعاع هو V من هو يا أبنائي ال V هنا أين ينعدم هذا الجزء هذا الجزء X يساوي صفر مباشرة إذن يصبح لنا صفر والجزء الزياد هذا احملوه قموا بحمله مع إشارته هو ناقص اثنان لو نأتي هذا ونكتبه على شكل تصبح لنا ماذا صفر في E هو لا داعي صفر في E هو G إذن التحويل النقاطي هو إنسهاب شعاع ناقص اثنان G معناه يتم الإنسهاب على محور التراتيب فقط أعطيكم كذلك حالة أخرى لو أعطي لنا هكذا مثلا H لX تساوي F لX ناقص واحد ما هو التحويل هو إنسهاب شعاع هو أو V أو سموه E مثلا E أين ما هو مركبات أين ينعدم هذا الذي بالداخل ينعدم عند واحد نقول واحد وهنا الزيادة لا يوجد تلك الزيادة إذن الB معناه لا يوجد إذن وصفر اللي هو E لاحظتم لو أضاف هنا زائد ثلاثة لو قلنا هنا ثلاثة وتصبح لنا E زائد ثلاثة G هكذا تقول القاعدة يا أبناء حتى التعلم إلى هذه الأشياء لما تعطى لكم عبارات وقلت يوجد لنا عدة فيديوهات شرحناها عبر اليوتيوب من هذا كيفية استنتاج رسم المنحنيات ويوجد لنا كذلك مرة قد طرح كذلك هكذا لاحظوا مثلا تعطى لكم H ل X تساوي القيمة المطلقة ل F ل X هنا نقول كيف أولا القيمة المطلقة معروفة أنها أكبر أو تساوي سر نقول C H أولا يقع ماذا فوق محور الفواصل لماذا أبنائي لأن كل هذه F لX بالقيمة المطلقة تكون قيمة مجابرة معناها لو أعطيكم مثال هكذا بسيط لو كانت عندنا مثلا دلة F منحنها هكذا مثلا منحنة دلة F فالدلة H كيف يصبح يصبح هو هذا الجزء والجزء الذي يكون أسفل منه هنا أسفل يا أبني نناغره بالنسبة إلى محور الفواصل فيصبح لكم هكذا لماذا أبنائي وهذا نسميه C H لماذا لأن ال H قيمها كلها تقع فوق محور الفواصل كلها هي يعني قيمها مجابة فمنحنة يقع فوق محور الفواصل فنقول من ناقص ملا نهاية إلى هذا المكان ومن هنا إلى الزائد ملا نقول ينطبق عليه ومن مثلا من هنا مثلا لو كانت هنا ناقص واحد وهنا واحد نقول ومن ناقص واحد إلى واحد C H يناظر C F فيصبح كليا يقع فوق محور الفواصل وهذه النقطة وهذه النقطة تسمان نقطة زاوية لأن المنحنة عندهم الدلة عندهم لا تقبل الاشتقاق يعني حتى تفهموا هذه الأفكار وقلت اكتبوا رسم منحنة استنتاج رسم منحنة من منحنة آخر الأستاذ نوردين سوف تجد عدة أفكار تتحدث عن هذا بعدما أنهينا مع هذا الجزء سوف نتطرق الآن إلى الجزء الأخير وهو الرسم إذن لاحظوا الآن نأتي إلى قلت إلى الجزء الأخير قال أنشئ C H نحن قلنا يتم رسم C H انطلاقا من C F بواسطة تحويل النقطة بسيط هو انسحاب شعاعه V الذي يصنع ناقص 2 A عفوا ونرسم شعاع طاولته 2 متجه نحو الأسفل هكذا هكذا هذا اسمه الشعاع V ثم ماذا نفعل نقوم بسحب هذا نحو الأسفل بوحدتان واحد ثم ماذا ثم 2 ها هو الرسم يا أبناء إذن هذا يصبح لنا C H فقط انطلاقا من ماذا C F هذا كان عندنا دالت يصبح لنا هذا دالت فتح وعندنا هذا C F عفوا قلت كان عندنا C F أصبح عندنا C H أعيد ها هو كان هنا ننزل بوحدتان واحد اثنان نحو الأسفل ويصبح لنا هذا هو ما نسميه يا أبنائي المنحنة C H بواسطة انظروا ما لم أفعل بواسطة انسحاب قمت بسحب هذا هذا المنحنة واحد نحو الأسفل اثنان يعني ناقص اثنان نحو الأسفل لو كان مثلا واحد واحد تخيلوا لو كان واحد واحد لا ذهبت من هنا واحد ركزوا جيدا هكذا وهكذا يصبح لكم هنا شعاع يا أبنائي لكن هنا جاء لو كان مثلا في هذا المكان وقال واحد واحد لا ذهبت هكذا بواحد وصعدت هكذا بواحد تتفهم جيدا أما هنا بما أننا قال ناقص اثنان على محور التلاتيب فننزل من هنا ناقص واحد ونضيف مرات ناقص واحد فتصبح لنا في هذا المكان فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافي والترحم على رحمة الطاهرة إن لم تفهموا شيء فأعيدوا الفيديو في تلك النقطة سوف تفهموه إن شاء الله وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا